اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صاد الأقلام نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية ولكن بعد جولة في أهم العنوين من صحيفة الزمان أدخان يغطي سماء نينوة والأسر تهجر المنازل خوفا من ألسنة النيران من المدى ناشط البصرة يدشنون دعوات إطلاق احتجاجات بسبب الخدمات من صحيفة العرب اللندنية معركة على مناصب الحكومة العراقية تحت يافيطة المعارضة السياسية ومن القدس العربي مقتد الصدر يمنح عبد المهدي عشرة أيام لإكمال حكومته من العرب الجديد الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل في وفاة مرسي ومن الخليج الإماراتية المجلس الانتقالي السودان لا يتحمل تأخير حل الأزمة ومن صحيفة الشرق الأوسط تعزيزات أمريكية وطهران تهدد باستهداف الأساطين أهلا بكم لم يعد بالإمكان حتى تخيل ما تسعى القوى السياسية العراقية إليه هذه الأيام ففي أكثر خيالات الشعب العراقي فلاة لم يكن يتوقع أن يتم الاتفاق على توزيع أربعة آلاف منصب في الدولة العراقية على طريقة قسمة الغرماء بين الأحزاب الرئيسة مشرق عباس يتساءل في صحيفة الحياة هل هناك خيال يمكن أن يستوعب هذا النوع من العطه السياسي الذي بات من المتبنيات السياسية العراقية في مرحلة هي الأسوأ بعد 2003 وعلى يد خريطة سياسية هي الأكثر خطورة على المستقبل العراقي قبل أسابيع قدمت القوتان اللتان تقودان الحكومة عبر ما بات يعرف بتحالف سائرون الفتح انموذجهما لقسمة الغرماء الجديدة عبر انتخاب شامل وهادئ لأمين عام مجلس الوزراء سائرون ومدير مكتب رئيس الوزراء الفتح وعدد من السفراء تم اقتسامهم وتمرير أسمائهم من دون ضجيج والاعتراضات فكانت تلك كما يبدو بروفا جيدة سمحت بتسريع وضع القوائم الجديدة والفلسفة الخاطئة نفسها التي تستند إليها نظرية الاقتصام الحالية تلجأ إلى الدمج القسري بين مفاهيم مختلفة تماما كالآتي أولا التعامل مع المنصب الإداري والفني في المؤسسات على أنه منصب سياسي وحزبي أسوة بمنصب الوزير ثانيا ترجمة مفهوم التوازن في مؤسسات الدولة باعتباره معيارا حزبيا وطائفيا وقوميا عدديا ثالثا تجاوز آليات الدولة التقليدية التي تعتمد الخبرة والتسلسل الوظيفي والنزاهة إلى تسليم الدولة لقناعات مجموعة أشخاص يوزعون مقدراتها فيما بينهم رابعا فتح الباب للفساد الأكبر عبر السماح بتنافس يقوم في الغالب على نظرية الرشوة التي بدأت روائحها تنتشر خامسا التعامل مع منصب إداري أو فني متخصص على أنه منصب تابع لحزب وبالتالي فإن المدير سيكون عليه خدمة أغراض ومصالح وصفقات بل حتى موظفي حزبه في المؤسسة التي يديرها يضيف الكاتب أنه قبل المضيء لهذا الخيار وقبل استخدام شعاري أن خريطة دولة الوكلاء أسسها المالكي لصالح حزبه في مراحل سابقة وأن ما يجري اليوم هو مخاولة لتعديل المسارات وليس الهدم يجب الانتباه إلى أن تصحيح الأخطاء لا يتم عبر أخطاء أكبر وأن اقتسام الدولة ليس جوابا لأسئلة العراق الحائرة في صحيفة المدى تناول علي حسين في مقاره تحول بعض الكتل السياسية إلى معارضة لحكومة عبد المهدي في محاولة للحصول على حصتها من المناصب الحكومية حيث يرى الكاتب أن هذه الكتل تتحرك على طريقة المثل الشهير عين بالنار وعين بالجنة فمنها ما أضنى السهر عيونها المصوبة على كراسي الهيئات المستقلة فقررت أن تيمم وجهها شطر المعارضة طارحة نفسها باعتبارها معارضة للقشر تريد أن تحتفظ لنفسها بمسافة بينها وبين الحكومة ومناصبها وتقف على المسافة نفسها مع الجميع خرجت علينا مواقع التواصل الاجتماعي تمد لسانها ساخرة وتنشر على صفحاتها وثائق تكشف زيف شعارات المعارضة فعلى موقع الفيسبوك وتويتر قرأنا أسماء مرشحين لمنصب مدير عام وكيف توزعت على الكتل السياسية قاطبة بلا تمييز صحيح أننا نعيش عصر السخرية النيابية التي طالت كثيرا إلا أن سخرية عن أخرى تفرق فهناك من يسخر معنا وهناك من يسخر منا وهناك من يريد أن يجمع السخرية بالتسلية وإلى هذا النوع ينتمي البيان الأخير الذي أصدره تيار الحكمة والذي أخبرنا فيه بإعلان المعارضة هكذا وبكل بساطة يخترع لنا البعض كل يوم حكاية جديدة كي يلهي بها الناس عن الخراب الذي يحيط بهم إنها قمة السخرية غير أن المحير أكثر هو هذا التناقض الواضح بين أن تعلن معارضتك للحكومة وفي الوقت نفسه تستولي وبالمحاصصة على مناصب في كل مؤسسات الدولة بين الدفاع عن حقوق المواطنين وبين القتال العنيف من أجل حصتك في الكعكة الحكومية ناهيك عن تناقضات أخرى مضحكة بين سيل الكلمات الحماسية عن حق المواطن والخدمات والديمقراطية وبينما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي عن معركة الحصول على كرسي مدير عام يقول الكاتب إن جميع القوى المعارضة في العالم اتفقت على أن تعارض داخل البرلمان أو في ساحات الاحتجاجات فأحزاب المعارضة في الدول الديمقراطية لا تشارك في الحكومة ولا تبحث عن استحقاقها في الهيئات المستقلة واختلفت المعارضة في العراق في أنها تريد أن تغير الصورة وتقدم أنموذجا سياسيا في النهار يطالب بإسقاط الحكومة وفي الليل يتسامر معها لإحصاء المنافع والامتيازات نشر موقع حزب الدعوة مقالا لأحد دعاته يقول فيه إن الحزب رسالة إلهية زكية هادية منقذة من الكفر والجاهلية والضلال والإلحاد رشيد الخيون يرى في صحيفة الاتحاد الإماراتية أن حزب الدعوة لا يريد نقدا لمسيرته ويتخيل نفسه أنه صاحب الفضل على العراقيين مدعيا أنه أشبعهم من جوع وآمنهم من خوف فبحسب ادعاء خطبائه المأزومين لولا ما كانت ثقافة بالعراق ولا كرامة ولا حرية أسقط لهم النظام السابق حررهم من الأمريكان وهو الذي يطارد الفاسدين ويحفظ هيبة الدولة سطور مغلة بالغرور تصوروا أن الله حافظ لحزب الدعوة كحفظه للقرآن لكن الانشقاقات الكثيرة والعراك في أيام المعارضة على مغانم كعقار حسينية مثلا والأربعة عشر عاما من السلطة تكشف الافتراء في الدعاء القدسية والحفظ الإلهي رفع خلالها الفساد إلى أعلى المستويات تحول به أصحاب الحرف البسيطة إلى أصحاب ثروات واغتيل من اعترض على أحوال العراق في ولاية أمينه الثانية نصب الحزب له خطيبا يبث التكفير على اليسار واليمين ويجيد الكذب أول سؤال يوجه للقادة الدعاة ورفاقهم ماذا كنتم عليه قبل 2003 وماذا أصبحتم بعدها كم فضائية قضمتم أموالها من المال العام وكم عقار سيطرتم عليه بحجة الشراء هل كان الفساد في ظل سلطة الدعوة يتناسب أن يقرن وجود هذا الحزب بوجود الدعوة الإسلامية الأولى وسواها جاهلية وكفرة يحاول الحزب بقياداته الحالية أن يعتبر نفسه ذلك الذي تأسس عام 1959 وكان أولئك الناشطون فيه لو عادوا إلى الحياة وشاهدوا كيف تبدلت الأحوال نتأسف على المخاطر التي ركبوها كي يصبح فلان بطلا وثريا بأسمائهم وهو المختبئ بالمنطقة الخضراء التي حصنها له الأمريكان ولولا هما وطئ دعوي ولا غيره أرضها يتساءل الكاتب أي إسلام صار قرينا لحزب الدعوة وبأي حق يصبح الحزب ممثلا للنبي وآل بيته وإذا كان الحزب رسالة إلهية زكية هادية منقذة حسب المنشور على موقعه فعلى الرسالة السلام أو على رسالة السلام حزب أمضى نصفه الأكبر في المعرضة ذيلا للولي الفقيه وحتى الآن سرى أمينه العام أو سرى أمينه العام ليلا إلى طهران عندما قصدته تظاهرات الاحتجاجات على الفساد وأخذ وعدا بالحماية أهذه هي الرسالة كيف يصبح فيها الراد على الدعوة رادا على الإسلام لعلى من أكثر الأحداث سخرية في المشهد العراقي دعاء حكومة بغداد لعبها دورا وسيطا بين الولايات المتحدة وإيران في سياق الأزمة المفتعلة بينهما التي تنامت مؤخرا في ظل أجواء معقدة تعيشها المنطقة جاد بشير يرى في صحيفة البصائر أنه لم ينضي وقت طويل على بلغ التصعيد بين الحليفين ذروته حتى خفتت واتيرته وانكشفت حقائق أجزائه لا بأس بها من كواليسه فترامب نفسه نفى كثيرا مما أوشيع في صحفي ومسائل إعلام الأمريكية تحدثت عن إرسال قوات أو توجيه ضربة ضد إيران وإذ تمور المنطقة العربية كلها بين أمواج جلية في بعض أطوارها وخفية في الكثير منها يعيش العراق حالة من الفوضى الممنهجة فالميليشيات الحكومية ماضية أكثر من أي وقت مضى في سياقات مشروعها الطائفي لتغيير تركيبة السكان في العديد من مناطق البلاد وخاصة محافظات صلاح الدين وديالة ونينوى باستعمال وسائل جديدة ذات أهداف متعددة الوجوه مثل حرق الحقول وإتلاف الإنتاج المحلي أو توطين أصحاب المواشي في المدن وزيادة حملات الاعتقالات وفرض القيود على حركة الناس رهم شائعات استقرار الأمن وغير ذلك من قضايا تنتهي بالمحصلة إلى إفقار تلك المناطق وإجبار أهلها على الرحيل من جهة وضمان بقاء اقتصاد البلاد بحاجة لدعم إيراني يمنح اقتصادها مزيدا من الإنعاش من جهة أخرى ومن هنا حاولت حكومة بغداد استغلال انشغال المنطقة بحالة التصعيد بين واشنطن وطهران وأخذت تتحدث عن دورها الرائد فيها كونها فرصة مناسبة للتغطية على حقيقة الأزمة السياسية التي تمر بها وتتستر على فروقات دستورية في عملها وتضمن بقاء الرأي العام منصرف النظر عن حقيقة ما يجري في العراق الكاتب يضيف أنه في ظل الأزمة المصطنعة تتسابق أطراف حكومة بغداد في طلب ودي طهران بضوء أمريكي أخضر تارة وتحث الخطى على كسب رضا الولايات المتحدة بتفويض إيراني تارة أخرى لتكون ذات دور غير مؤثر في المشهد العام سوى أنه إجراء مفروض طلب منها تأديته لبيان وجود خلاف حقيقي بين طرفي المعادلة فضلا عن كونها محاولة فاشلة لصناعة نجومية لحكومة ما تزال أو لا تزال تقبع في دركات الفساد وتتخذ من الطائفية السياسية وسيلة للبقاء لا توجد رغبة أمريكية في تغيير النظام الإيراني رغم أن مخاطره على المنطقة والموجود من ملفات داخل البنتاجون والبيت الأبيض والخارجية والمخابرات لا يتجاوز اللعب بالعقوبات الاقتصادية ماجد السام الرائي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن هذا الأمر يضع رئيس ترامب في حيرة أمام التعاطي مع الأزمة الأخيرة التي أشعلها النظام الإيراني في مياه الخليج بهجوماته المتكررة على سفن التجارية النفطية العالمية كتنفيذ لستراتيجية الرد على عقوبات واشنطن بما سمي تصفير صادراته النفطية ظل ترامب يلعب بقدراته الخطابية ذات الإقاعات المتعددة فإلى جانب قراراته بنشر القوة العسكرية المرعبة لطهران في الخليج ومواصلة العقوبات الخانقة تبادل مع الإيرانيين رسائل ناعمة داعيا إلى المفاوضات إلى درجة أوحى بها وكأنه حبيب الإيرانيين لا نريد إيذاء إيران لكنها رسائل الإذعان الإيراني بلا حرب عسكرية فهمها كذلك علي خام مينئي ورد عليها خلال تواجد رئيس الوزراء الياباني في ضيافته كمبعوث للحوار حيث تم تفجير البواخر النفطية وبينها اليابانية في خليج عمان في عملية كانت بصمات طهران واضحة عليها معتقدا أنها الطريقة التي تعطيه إمكانية اللعب في المفاوضات لكنه سلاح الخاسر فالعالم لا يرضخ لتهديدات الخاطفين والمارقين على القانون الدولي ولكن السؤال المهم موجه الآن إلى ترامب هل يحتاج إلى مزيد من العدوان العسكري على العالم وعلى أهل الخليج ليقرر التأديب؟ وهل سيبقى في إطار اللعب الاقتصادي الذي لا يردع نظام طهران رغم ما يؤدي إليه من أذن على الشعوب الإيرانية وهو ما لا يهتم به الحاكم الإيراني؟ أم ينتظر تحقق الإجماع الدولي سياسيا وهو يعلم إلى أي درجة وصل الشعوب العالم من إحباط نتيجة السياسات المزدوجة والمنافقة للدول الأوروبية وروسيا وبحسب الكاتب فإن تصريحات الإدانة من قبل الرئيس الأمريكي لا تلوي ذراع النظام الإيراني وسياسة ضبط النفس من دول الخليج يفسرها ذلك النظام ضعفا ولهذا فإن على ترامب الخروج من حالة الحيرة أمام الغطرسة الإيرانية والانتقال إلى وضع بصمة جادة لتأديب المخربين لأمن المنطقة والعالم بوفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في جلسة محاكمته تكون صفحة مهمة من تاريخ مصر والمنطقة قد طويت لتفتح صفحة جديدة عنوانها المجهول مروان قبلان يرى في صحيفة العرب الجديد أن الانقلاب العسكري الذي أطاح الأمل الذي ولدته ثورة يناير بقدرة الشعوب العربية على التغيير السلمي لم يعد بالمنطقة إلى المربع الأول بل يوشك أن يقودها إلى انفجار عنيف ردود الفعل الدولية الخاجولة على وفاة الرئيس الوحيد المنتخف في تاريخ مصر في محبسة ونتيجة الإهبال الطبي تعين النظام العسكري الحاكم في مصر وتشجع أقرانه في المنطقة على الاستمرار في سياسات القمع التي تؤدي حتما على ما دلت الخبرات والتجارب إلى نتيجتين أساسيتين دفع الناس إلى التطرف والعنف سعياً في طلب التغيير الذي تتوهم بعض الأنظمة بالقدرة على منعه بعد أن تبين عقم الخيار السلمي وانسداد الأفق أمام التحول الديمقراطي والنتيجة الثانية هي تعزيز القناعة بنفاق السياسات الغربية وقصر نظرها عندما أحجمت عن دعم التحول الديمقراطي السلمي في العالم العربي وتفضيلها التعامل مع أنظمة استبدادية متوهمة قدرتها على جلب الاستقرار للجم التطرف ومنع موجات اللجوء والهجرة نحوها لقد أضاعت دول الغرب فرصة ثمينة في مساعدة شعوب المنطقة على تحقيق تطلعاتها في حياة حرة كريمة وفي الوقت نفسه تحقيق أمنها هي والمحافظة على استقرارها وازدهارها عندما ترددت في دعم التحول الديمقراطي السلمي في المنطقة العربية وتمسكت إما بمواقف ثقافوية عنصرية تقول بلا أهلية الشعوب العربية للديمقراطية أو اختارت الدفاع عن مصالح اقتصادية قصيرة الأمد الكاتب يرى أن مصر تبقى المثال الأبرز على التخاذل الغربي في دعم التحول الديمقراطي العربي عندما صمت الغرب إزاء الانقلاب الذي أطاح مرسي المنتخب وحكومته ومعه حلم التغيير السلمي لقد فشل الغرب في اعتبار الديمقراطية في العالم العربي قضية تمس أمنه القومي وتخدمه في صراعه القادم في مواجهة النظام العالمي الذي تحاول الصين بالتحالف مع روسيا بناءه فأضاع نفسه وأضاعنا وفاة الرئيس مرسي في محبسه تفيد في تنبيهنا إلى فداحة الخطأ الذي تم ارتكابه في أخبار أخرى أعلنت شركة تصنيع الكابلات العالمية كومكاست ابتكار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين المعاقين التحكم بالتلفاز عبر العين فهي تمنح المشاهدين المعاقين جسديا القدرة على تشغيل التلفزيون وإدارته باستخدام نظاراتهم فقط وبحسب ما ذكر موقع الخليج أونلاين فإن الشركة ومن خلال الشراكة مع صانعي الأجهزة الرائجة قالت إن ميزتها ستسمح للمستخدمين بالقيام بأي شيء يمكن القيام به باستخدام جهاز التحكم عن بعد الفعلي ومن ذلك استخدام الدليل وجدولة التسجيلات وتنقل في القوائم الأخرى وفي السابق ابتكرت الشركة نفسها نظام تحكم للمعاقين يتم من خلال التحكم بالصوت والذي يسمح للمشاهدين بالتحكم بمنتجات مختلفة عبر الأوامر الصوتية وتقول الشركة أن التحكم بالعين يبرز كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحسن حياة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية وتمنحهم مزيدا من الاستقلالية والآن إلى الكركتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الختاب شكرا لطبي المتابعة وإلى اللقاء